انطلاقا من استعادة القوات الحكومية العراقية السيطرة على منطقة جامع النوري من المقررين يعلن الجيش العراقي قريبا استعادة السيطرة الكاملة على الموصل لكن لا يزال هناك العديد من المتطرفين يقاومون في مناطق متفرقة وفقا لتقارير وكالة رويترز للانباء اضطر المتطرفون للانسحاب الى منطقة ضيقة على طول نهر دجلة يبلغ طولها 500 متر وعرضها 300 متر بسبب العملية العسكرية التي تقودها القوات العراقية ويواصل الجنود العراقيون عمليات البحث عن المطلوبين لكن بعض المتطرفين تنكروا بلباس مدنيين لمحاولة شن هجمات ضد الجيش والسكان المحليين وفي يوم الاثنين الماضي وقعت ثلاث هجمات انتحارية في تلك المنطقة مما اسفر عن مقتل جندي واحد على الاقل واصابة العديد بجروح وبهدف استبعاد التهديدات تنفذ قوات مكافحة الارهاب العراقية عمليات تفتيش انصار ما خلال اجلاء السكان حيث تجبر كل الرجال على خلع كمصانهم للتأكد من عدم وجود المتفجرات البعض المقاتلين المحليين يحاولون الهروب وخفاء انفسهم عن طريق حمل الاطفال الرضع والتسلل مع المدنيين لكن تعاون المدنيين داخل هذه الاحياء ارشدنا الى وجود عدد من الاناصر الداعشية تم القبض عليهم وسيتم تسليمهم الى مديرية الاستقبارات جاهز مكافحة الارهاب